التعامل مع الموضوع يأتي بعدة حلول ولكن من ضمنها فكرة الصيام عن السوبر سيميوليس أنك تسوي ديتوكس واحدة من أساليب الديتوكس والعلاج النفسي اللي الدكاترا بيوصفوها المرضاهم ما يسمى بالنيتشر بيذينغ فكرة الاستحمام في الطبيعة بمعنى أنك تقضي أوقات في الطبيعة أين كان نوع هذه الطبيعة وهذه لها أثر كبير جداً في تهدئة النفس وتصفية الذهن والمساعدة على المعالجات اللي يسميها كلكيع أو كل أنواع الإدمان واحدة من الأساليب والحمد لله عندنا في السعودية تنوع بيئي كبير الشمال بيئة مختلفة تماماً عن الجنوب مختلفة عن الشرقية والغربية ممكن الواحد يسوي نشاطات في الطبيعة حتى ممكن تسوي رحلة مع الجمال في وسط الربع الخالي وتنفصل تماماً عن حياتك العادية وهذه واحدة من أساليب العلاج النفسي تخلي جسمك يرجع لوضعه الطبيعي سواء في الأكل أو في السوشيل ميديا أي أن كان الموضوع اللي مسبب لك هذا الإدمان مهم جداً عمل عملية الديتوكس شان جسمك يرجع ينجذب جرب وأنا جربتها أنا جربت انقطاع عن السوشيل ميديا أسابيع وأشهر ووحدة من أفضل الأوقات اللي أنجست فيها في حياتي وحسيت فيها براحة داخلية وسلام داخلي هي المرات اللي أبعدت السوشيل ميديا عن حياتي وأنا زي زيكم ترى يعني موضوع الإدمان أنا أول ما أخلص تصوير ده حتلاقين طلعت الجوال لا تحسي ما أتكلم أنه أنا يعني زي زيكم حطلع أول شي حطلع أبغى أشوف الديتوكيشنز بعد ما نخلص الابتعاد عنها عمل عملية ديتوكس حتلاحظوا أنه لو الواحد جربها تركيبتك النفسية صارت كده ريلاكس أنت أجيتيتد أجيتيتد يعني أجيتيتد كده على الأج ما أنت حاسس أنك مرتاح طبعا كل ثانية شي ثيرة كيف التعليم